السلام عليكم منتخب مصر يكتسح ملاوي بربعية نظيفة ويتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات أفريقيا حقق المنتخب الوطني فوز كبير على منتخب ملاوي بربعية نظيفة سجلها طارق حامد عمر مرموش محمد صلاح أحمد سيد زيزو على التوالي في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم بستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطول كاس العالم بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات بينما يأتي المنتخب الغاني في المرحلة الثانية بنفس الرصيد يليه منتخب أثيوبيا في المركز الثالث برصيد تلت نقاط ثم ملاوي في المركز الرابع الأخير بنفس الرصيد بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد شناوي في حرسة المرمى محمد داني وحمد حجازي وحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع طارق حمد محمد حمادة وزيزه في الوسط محمد صلاح وحمد مرموش ومصطفى محمد في الهجوم بدأت المباراة بداية سريعة وهجومية من الجانبين حاول أضحاب الأرض تهديد مرمى الفرعنة في الدقيقة الأولى قبل أن يصل محمد صلاح هدفا لطارق حامد في الدقيقة الرابعة سجل عمر مرموش وفي الدقيقة العشرين هدف الثالث لمحمد صلاح أول بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجلها طارق حامد عمر مرموش محمد صلاح في الدقيقة أربعة وخمستاشر وعشرين وفي الشوط الثاني سجل أحمد سيد زيزو لعب منتخب مصر أهداف الرابعة للفرعنة من شباك ملاوي في الدقيقة 49 من تمرين موصلاته من محمد هاني ليحاولها داخل شباك ملاوي وانتهت المباراة أربعة لمنتخب مصر صفر لمنتخب ملاوي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته